بحثت توزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع رئيس التنفيذي لشركة سوس الفرنسية سابرينا سوسان سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية في مجال تحويل المخلفات وذلك لطاقة وتكنولوجيا للإدارة وتحلية المياه وأشارت توزيرة البيئة إلى خطوات تهيئة المناخ الداعم لمنظومة إدارة المخلفات وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار وكفاءة الموارد باعتبار المخلفات مصدرا جديدا لإنتاج الطاقة